توقعات شبو حتمية بانتهاء جائحة كورونا هذا العام هي أحدث تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية بشأن الوباء الذي أرهق العالم على مدار سنوات وخلف ملايين الضحايا كما أحدث تداعيات اقتصادية هائلة عالمياً مدير منظمة الصحة العالمية يتوقع أن يؤدي انتهاء الجائحة إلى التخلي عن أنظمة التوارئ الصحية الدولية التي فرضت لمكافحة الوباء جاءت تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية بالتزامن مع تجاوز الجائحة عامها الثالث فالفيروس تفش أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتشر فيما بعد على نطاق أوسع وأحدث حالة من الجدل كما أعلنت بسببه منظمة الصحة حالة الطوارئ الصحية عالمياً دول عدة بينها فرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة قررت رفع القيود التي فرضتها على المسافرين القادمين من الصين بعد أن شهدت الأخيرة طفرة نوعية في أعداد الإصابات بكورونا دفعت الكثير من الدول إلى فرض قيود مشددة على الوافدين منها كما اتزامن الأعلان مع عودة الجدل بشأن الاتهامات الغربية الموجهة للصين بمسؤوليتها عن تفشي الفيروس حيث وافق مجلس النواب الأمريكي بالإجماع على مشروع قانون يهدف إلى رفع السرية عن المعلومات الاستخباراتية بشأن وجود روابط محتملة بين كوفيد-19 ومختبر صيني يشتبه في أن فيروس كورونا تسرب منه نسرين حمدي ترتيع